القطاع السياحي منظومة القطاع السياحي أثبتت نجاحها من خلال عدة محطات عالمية آخرها بوز مملكة البحرين بجائزتين مرموقتين خلال حفل جوائز السفر العالمية لعام 2024 الذي تم تنظيمه بإمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لتؤكد المملكة مقوماتها التي جعلتها تقدم تجربة سياحية مميزة لجميع الزوار المكنوس التاريخي والتراثي والتنوع الطبيعي والثقافي في المملكة مكنها من وضع الخطط والاستراتيجيات الجاذبة وتعزيز قطاع السياحة فيها وخصوصا في مجال حفلات الزفاف التي أعطت للمملكة لقبل وجهة الإقليمية المفضلة لإقامة كبرى الأعراس وحفلات الزفاف الفاخرة خلال السنوات الأخيرة إضافة إلى فوز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة أفضل مركز لحفلات الزفاف الكبرى في الشرق الأوسط لعام 2024 بحصده لأعلى الأصوات بعد المنافسة مع أربعة مراكز إقليمية بارزة الاستراتيجية السياحية البحرينية اعتمدت على سبع ركائز وهي الواجهات والأنشطة البحرية وسياحة الأعمال والسياحة الرياضية والثقافة والأثار والتاريخ والترفيه والإعلام والأفلام السينمائية والسياحة العلاجية ما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي من هذا القطاع ومكن المملكة من تسييد مكانة مرموقة كوجهة سياحية جاذبة لما تملكه من مقومات مميزة تلبي مختلفة لاحتياجات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر